البحث الرابع في الآية المباركة يقول أن الآية أجنبية عن المسألة الأولى والمسألة الثانية نحن إلى هنا كنا نقول بعض الأعلام قالوا أن الآية مرتبطة بطهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب في البيان الثاني أو بعد ذلك من خلال الروايات قلنا أن الآية ليس بصدد هذه المسألة وإنما بصدد ماذا؟ المسألة الثانية وهي ذبائح أهل الكتاب في البحث الرابع صاحب هذا القول يقول أن الآية أجنبية لا علاقة لها ماذا؟ لا بالمسألة الأولى ولا بالمسألة الثانية ما هو نكتة ذلك؟ يقول النكتتها هذه التفتوا جيداً أقررها وبعد ذلك أقرأ لكم يقول النكتة فيها هذه وهو أنه أساساً قبل صلح الحديبية الإسلام ماذا كان؟ قويل وضعيف كان ضعيفاً ومن هنا أوجد أو فرض الإسلام مقاطعة كاملة مع من؟ مع المشركين وأهل الكتاب وحتى إذا يتذكرون حتى لا يتأثروا من الآخرين مقاطعة كاملة مقاطعة كاملة وهذا الذي قام به المشركون بالنسبة إلى من؟ إلى المسلمين عندما قاطعوهم في شعبي أبي طالب هذه القضية كانت واضحة في المقابلة المسلمون هس إما النبي إما القرآن إما السلوك العام إما الأوامر أنه أنتوا مقاطعوا من؟ الآن موجود هذا المعنى أنت عندما تختلف مع إسرائيل مولانا تقاطعها تجارياً أو لا تقاطعها تجارياً؟ عندما تختلف مع أي دولة تقاطعها تجارياً واجتماعياً أو لا تفعل واحدة من أساليب المقاطعة هي المقاطعة ماذا؟ التجارية والمالية لإضعاف قدرات العدو يقولون هذه الآية بحسب ظروف قراءة شأن نزولها عندما نقرأ أنه جاءت بعد الحديبية الهدف من ذلك كان بعد أن قوي الإسلام وكسرت شوكة المخالفين للإسلام الإسلام ماذا أجاز لهم؟ ما كان محرماً من المقاطعة ارجعوا إلى ماذا؟ إلى ما قبل الإسلام وهو أنه كانت عندكم علاقات تجارية ومالية الآن ماذا؟ ليتبادر إلى ذهنكم أن ما هو مال لأهل الكتاب لا يجوز التعامل معهم لأنه ملك لمن؟ فإذن الآية المباركة بصدد هذه النكتة تريد أن تقول ما هو ملك لأهل الكتاب لا علاقة لها أنهم مسوه برطوبة أو لم يمسوه طبخوه أو لم يطبخوه ذبحوه أو لم يذبحوه أهنا وطعام الذين أوتوا الكتاب هذه النسبة نسبة الملكية لا نسبة الذبح ولا نسبة ماذا؟ المماسة والطهارة والطبخ ما أدري واضحي ولا؟ إذن الآية المباركة مرتبطة بالمسألة الأولى أو لا؟ لا علاقة لها مرتبطة بالمسألة الثانية أو لا؟ لا علاقة لها مولانا ما هي القرينة؟ يقول القرينة ذيل المقطع اللاحق تقول وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ التفت جيداً خلي ذهن كمي إذا كان المراد من النجاسة يعني طاهر لكم لا نجسون إذن لازمها أن نقول وطعامكم حل لهم يعني طعامكم طاهر لهم حلال لهم لا نجسون لهم مع بيني وبين الله شنو هم يعتبرون طعامنا نجس حتى الآية تريد أن تقول ثم الآية متى تستطيع أن تعين تكليف الآخرين؟ شنو هم معتقدين بالقرآن حتى يعملون بهذه الآية؟ إذن بهذه القرينة نستكشف المراد ماذا؟ أن الآية بصدد رفع المقاطعة المالية والتجارية يا أيها المسلمون ما كان مرتبطاً بأهل الكتاب يجوز شراؤه وما كان ملككم يجوز بيعه عليهم كل مشكلة ماذا؟ هذا المعنى من يذكره؟ بشكل واضح وصريح سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه بحوث في شرح العروة الوفقة وتعبيره هو يم تعبير قوي أعزاء يقول بأن الظاهر من المقطع القرآني المجلد الثالث صفحة 959 بأن الظاهر من المقطع القرآني المذكور أنه بصدد إلغاء البينونة ونفي المقاطعة بين الجماعة المسلمة وأهل الكتاب وليس ناظراً إلى نفي النجاسة بعنوانها حتى نقول أنها تدل أو ماذا؟ أو لا تدل أو أعلاقة لا التفت للعبارة بأن الظاهر من المقطع القرآني إذن يعتبره احتمال له ظهور أعزائي التفتوا جيداً مرة واحد يقول هذا احتمال خب لا بأس به ولكنه ما هو يقول لا ظاهر من الآية المباركة يقول إلى أن يأتي أعزائي ولهذا فإن النص القرآني يحلل طعام المسلمين للكتاب كما يحلل طعامه لهم يعني طعام المسلم لأهل الكتاب ومن الواضح أن تحليل طعام المسلمين للكتاب ليس في مقام نفي نجاسة المسلم من يقول للكتاب ترى المسلم همات شنو طاهر كما هو يقول أهل الكتاب ماذا بل التحليلان معا يعني تحليل طعام أهل الكتاب وحلية طعامكم لأهل الكتاب بل التحليلان معا يستهدفان غرضاً تشريعياً واحداً وهو ما ذكرنا من إلغاء البينون بعد مولانا التفتوا جيداً بعد يقول وهناك شاهد آخر ما هو شاهد؟ يقول أنه ليس فقط يرفع المقاطعة المالية والتجارية يرفع المقاطعة الاجتماعية أيضاً أنه أجاز النكاحة ماذا؟ منهم يعني قبل ذلك ولهذا قالت الآية قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن غير محصن ولهذا يقول ولهذا عطف على ذلك جواز نكاح الكتابية أيضاً فالسياق كله متجه نحو ذلك فهو يدل على أن إضافة الطعام إلى أهل الكتاب وكونه طعامهم ليس ملاكاً للاجتناب والمقاطعة لا يتبادر إلى ذهنك إذا ملكه إسرائيلي فلا تجوز ماذا؟ المعاملة إذا ملكه أهل الكتاب فلا تجوز المعاملة لا ليس الأمر كذلك ولهذا يقول بأنه إذا كانت الإضافة بمعنى ما يكون ملكاً لأهل الكتاب وتحت سلطانهم من الطعام فمن الواضح أن هذه الإضافة لا تتضمن الملاقات المسرية دائماً حتى لو لم يمسه حتى لو لم ماذا؟ لو لم يكن من الذحوب حتى يذبح يجوز شراؤه أو لا يجوز قبل المقاطعات أو قبل حلية المعاملة لا يجوز تقول بيني وبين الله من الحبوب يقول لا يجوز هذا ملكه مالمن وشراءكم منهم يؤدي إلى ماذا؟ إلى تقويتهم ولا يجوز إذن القضية ما مرتبطة بأنها من الحبوب أو من اللحوم من المذبوح أو غير المذبوح من الذي مسته برطوبة أو لم تمسه من الذي إلى آخر كلها لا علاقة لها وفي هذا الضوء يُعلم أنّا إذا فسّرنا الطعام بالبر كما على لغة أهل الحجاز أو بما كان كالبر من المواد الأساسية إما لكونه لورود فمن الواضح عن عندئذ أن الآية الكريمة أجنبية عن إفادة الطهارة لا علاقة لها لا بالطهارة ولا بالنجاسة لا علاقة لها لا بالذبح ولا بغير الذبح لأن ظاهر إضافة الطعام إلى أهل الكتاب بناءًا عليك وهذا يجعل مفاد الآية الكريمة نفي الحرم من ناحية كون الطعام هذه فت قرينة قرينة ذكرها بعض الأعلام الآن مع الأسف وليس معي قال أساساً التعبير بالحل هذا معناه أن الحكم تكليفي وضعي حلال وحرام ولانا ماذا؟ مرتبط بالتكليفي تكليفي أحسنتم لا بالوضعي أحسنتم مرتبط بالحكم التكليفي بعد الآن تتعاملون ماذا؟ حلال عليكم مطاهر ونجس لو كان يقول طاهر ونجس فالحكم يكون ماذا؟ وضعياً أما عندما قال حلال يعني جائز والجائزية مرتبطة بباب المعاملة يمكن في ذهني هذه النكتة أشار إليها السيد الحكيم في المستمسك بالإمكان الإخوة يواجعون يقول فمن الواضح عندئذ أن الآية الكريمة أجنبية عن إفادة الطهار لأن ظاهر إضافة الطعام إلى أهل الكتاب بناء على تفسيره بالبر إضافة الملكية والسلطنة وهذا يجعل مفاد الآية الكريمة نفي الحرمة من ناحية كون الطعام ملكاً للكتاب سؤال قلي ذهنة كمي قلي ذهنة كمي طبعاً أكو شواهد كثيرة رح نقراها سؤال بناء على ذلك هذا الحكم يكون زماني مرتبط بالزمان لو ما مرتبط بالزمان مقطعي لو مو مقطعي مقطعي لأنه بدليل أنه قبله عندما كان المسلم ضعيفاً فلا تجوزوا المعاملة عندما يصبح شنوه قوياً يجوزوا فإذا أحنا الآن ضعاف شنو لا بد أن نسألوه إذا صناقوياً فإذا حكم حلاله حلاله بابكم من المخالف مخالفوا ياكم حلاله حلاله أنا ما أقوله لكن بشرطها وشروطها ولكن مع الأسف مع من تتكلم تتكلم مع من يفهم الخطاب والله ما أستطيع أن أقول جملة أخرى وإلا ذول أقل من أن يستحقوا أن يفهموا الخطاب من قائل بأنه نحن نقول حلاله مو حلال إلى يوم القيامة ولكن حلاله حلال إلى يوم القيامة مطلقاً له بشرطها وشروطها أحسنتم قلوا لابد نعرف الموضوع ماذا الماء الآن مهلان رسول الله في السفر قال قصر أنا أجي الآن أبطلس أروح مو سفر محاضر أريد أصلي تمام يقولوا لعد شا سوا بحلاله محمد بابا حلال محمد يقول إذا كنت مسافراً قصر إذا كنت حاضراً والآن اختلف الموضوع والمرت صليتها قصر هذا خلاف حلاله لا لأن حلاله مقيد بماذا بقيود أنه تكون مسافر هنا إذن الآية المباركة من هنا قد يقع اختلاف التمثل الفقه قد واحد يجي يقول المسلمون الآن أقوي كل مشكلة معهم يتعاملون مع من مع الأخوة مع إسرائيل الآن شركات الإسرائيلية يجوز التعامل معها ولا يجوز كثير من بلدان الإسلامي يجوزون ولا يجوزون لا يجوزون أعزائي واحد يقول لا 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 أبداً أعزائي إحنا هواي أقوى منهم نتعامل ويجوزون مشكلة معهم ياهو مولانا شرعوا النبي الأكمل الأول والثاني هذا اختلاف الموضوع كما أنه جنابك واحد يقول إذا قطعت مسافة هل قد تحقق موضوع السفر واحد يقول لا لم يتحقق فصل تمام واحد يقول لا ماذا تحققه وصل قصره مولانا هذولا من موافق لحلاله وحرامه ومن مخالف الجواب بينه ومن كلاهما موافق وكلاهما ماذا لا يختلف إنما الاختلاف أين في تشخيص الموضوع ما أدري واضح عزائي إذن السيد الشهيد قدس الله نفسه يقول من ناحية كون الطعام ملكاً للكتاب وتحت سيطرته في مقابل احتمال حرمته ولو من باب لزوم مقاطعة أهل الكتاب وقطع التعامل معهم سؤال هذا المعنى جملة من الأعلام ليس بهذا الوضوح أشاروا إليه وإنما عبوراً أشاروا إليه منهم شيخنا الأستاذ شيخ جوادي أعزائي في المجلد الثاني والعشرين من التسنيم صفحة سبعة وأربعين يقول محور أصلي المحور الأصلي لهذه الآية المباركة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين محور أصلي أنجيزياً نزول آية جواز برقرارية رابطة أهل الكتاب أصل الآية بصدد ماذا بيان ماذا أنه هل تجوز العلاقة معهم أو ما مرتبط أعزائي أكل منهم لو ما أكل نعم قد يكون شاملاً ولكن أصل القضية أين فالعلاقة معهم والتعامل في أي بعد يقول هنا يقول ما نعي والآية تبين بعد سبيروزيا إسلام ونا أميدي كافران يعني من قبيل اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم اليوم أتممت عليكم نعمتي اليوم أحل لكم الطيبات يعني الآن وصلتم أنتم ماذا في موقع القدرة ما نعي براي ارتباط بأهل كتاب نداريد وبرقرار رابطي الدوطرف دار تجارة من أين جاء الدوطرف أحسنتم لقوله حل لكم وطعامكم حل مو فقط التفت مو فقط يحق لكم أن تشتروا منهم قد يقول قائل أجاز الشارع أن نشتري منهم ولكنه أجاز لنا أن نبيع لهم أو لا إذن هذا بيان حكم الكتاب لحكم المسلم البعض تصور هذا بيان حكم الكتاب قال الكتاب يخوه لا يتبع القرآن حتى يقول القرآن له لا هذا الخطاب مو لأهل الكتاب هذا الخطاب لمن للمسلم يقول له الآن لا مانع لديك أن تبيع لهم يقول مانعي براي ارتباط بأهل كتاب ندارد وبرقراري رابطي دوطرفي در تجارة ورابطي يكسو در نكاح هس هاي رابطي يكسو در نكاح منين جابها مو من الآية من الرواية شوفوا شون دي يصير الخلط ولا نحن والآية ما بي التفت رابطي يكسو در نكاح مو قت بازنان أهل الكتاب وقام منين جي بتذني هذا ما موجوده في الآية شوفوا شك كيف العقلية الروائية حتى على إنسان اللي هو كل مبناء العرض على ماذا على القرآن ولكنه الأفق الفقهي الأفق الروائي مولفقي الأفق الروائي يسمح له ما يسمح له وإلا من أين من أين يقول والمحصنا من الذين والمحصنات من الذين قبلكم من أين جبتم المقيد أقيد ها آتيتموه أجورهن ومن قال بأنه إيتاء الأجور مختص بماذا ها بالموقف هذا إن شاء الله بحث آخر إن شاء الله لعلنا نقف عنده قليلا هذا مورد أعزائي المورد الثاني أعزائي في الأمثل الأمثل أعزائي أيضا شيخ مكارم أعزائي يشير إلى هذه النقطة قلت لكم مع الأسف الشديد يشيرون إليها ثلاثة الأربع سوهم يحولوها إلى نظرية كما فعل سيد الشهيد الأمثل الجزة الثالث صفحة أربعمية واثنين يقول وخلاصة القول أن الآية موضوع البحث جاءت لترفع الحدود والقيود السابقة الخاصة بمعاشرة أهل الكتاب والدليل على ذلك هو إشارة الآية لإباحة طعام المسلمين لأهل الكتاب أي السماح للمسلمين هو باعتبار أنه ورد فيها طعام يتصورها بأنه فقط البعد الاجتماعي عن الأكل والذهاب والإياب مع أنه الآية ما مختصة ماذا بإضافتهم والأكل منهم بل تجارة أحسنتم ولهذا سيد الصدر قال تجارة الشيخ جوادي إلا هنا ماذا فعل قال باستضافتهم لأنه فهم من لفظ الطعام هذا الاختصاص مع أنه لا علاقة له بذلك هذا المورد الثالث المورد الرابع ما جاء في التفسير الحديث لدروز أنا أقدم الشيعة أولا حتى يقولون بأنه متأثرين بالسن يقولون ما متأثرين بالسن فهموا من الآية هذا المعنى يقول في التفسير الحديث صفحة مجلد التاسع صفحة 45 يقول وهذا يجعل وبعبارة ثانية بعد خض شوكة اليهود في المدينة والقراء وهذا يجعل من المتبادر بالإضافة إلى تلك الحكمة أن المسلمين صاروا في موقف الآمن الآمن من ماذا الآمن المطمئن وبخاص من ناحية اليهود وأنه لم يبق ما يوجب التقاطع بينهم وبين المسلمين شنو الضرورة بعد تحصل المقاطعة إحنا الآن أقوى ماذا منهم وهم هم ضعاف ماذا لابد أن يدفع الجزية تعيد وهم صاغرون إذن بين وبين الله بعد نقاطعهم أو لا نقاطعهم لا ضرورة أن تأتي المقاطعة هذا مورد أعزائي والمورد الأخير أعزائي ما جاء في كلمات السيد قطب ملانا في ظلال القرآن أعزائي في ظلال القرآن في ذيل هذه الآية يقول وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية يقول بعد أن ضعف هؤلاء وصاروا تحت سيطرة منه المسلمين إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم حريتهم الدينية أجاز لهم أن يتعبدوا ضمن الموازين الشرعية ثم يعتزلهم فيصبحوا في المجتمع الإسلامي منبوذين مجفوين معزولين كأنه بهم داء البرص موشك المولانا أبدا هذولا جزء من من ها جزء من المجتمع الإسلام مواطن أعزائي مواطن مثلك ما الفرق خصوصا في هذه العصور إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية والمودة والمجاملة والخلطة فيجعل طعامهم حلا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لهم كذلك أنا أتصور أن الأمزار متأثر بهذا هناك يقول ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة إلى آخره هذا همت ينا سؤال فقط أنا فتفتوى إذا صار إن شاء الله في أسبوع قادم نقف عنده سيد الشهيد ربطها بماذا عزيزي بالبعد المالي والتجاري كما أيضا عبارة منه عبارة شيخ جوادي الجواب لو كنا نحن والمقطع الأول من الآية لكان كذلك ولكن عندما جاءت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يشمل البعد الاجتماعي أو لا يشمل قضية الزواج منهم هذه قضية مالية وتجارية لو قضية اجتماعية والقضية الاجتماعية هذه إن شاء الله فاد مقدار فاد مقدار مو هو والقضية الاجتماعية من تزوج منهم يعني هاي المرض تطبخ لك لو ما تطبخ لك حتى في المؤقت تطبخ لو ما تطبخ فأنت شا سوي كله نجز فمن تريد تمسها شا سوي مولان هي تسوي لها مولان ثم تعلي ايدي بينك وبين الله متزوج أنت مع إنسان حكمها حكمه ماذا حكم الكلبي والخنزير بينك شون تتعامل مع الكلبي والخنزير في البيت ها تخليه بالبيت لو ما تخلي أصلا الآن كمسلم إنت هذا الكلب والخنزير يدخل البيت إذا دخل يبقى عندك فرشي طاهر ها سؤال بيني ومس يوميا كل ساعة لا بد يأبث ياريت أنه كل سنة يبد البلي لأنه هذا ليلي يريد مولانا في فراش واحد يريد يأكل منها يريد يذهب بين وانت انظر الآن الزوجة تنجس كل شي لو ما تنجس مولانا وانت ما رايح مولانا مع الاسف الى بيت لكذا مولانا حتى مولانا تستمتع بها ساعة فاذا كان الزواج زواجا دائما ولهذا انا في نظري ومع الاسف الشديد لم اجد احدا اذا ليجيتم من الفقهاء دلون عليها ان المقطع الاخر هو من اهم ادلة طهارة ماذا اهل الكتاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب نكاح ماذا والآية مطلقة نكاح المنقطع فقط لو يشمل لك خلينا على الروايات فاذا جواز نكاح الكتابية يدل على من هذا بحث ان شاء الله يأتي يوم السبت والحمد لله